اهلا وسهلا حبيبي وكل اولادي ان شاء الله حنبتدي النهاردة ناخد قاعدة من قواعد اللي في بعض منكم بيحس انها صعبة شوية او ان شاء الله من خلال الفيديو النهاردة الدنيا حتبقى سهلة جدا وحنقدر نعمل منها كل الجمل اللي نقدر اننا نستخدمها صح سواء هنعملها في سواء هنستخدمها في سواء نقدر يا ولاد ان احنا نتعلم ده مش بس علشان نحلم منه لا نقدر نستخدمه من خلال اننا نعمل منه جمل حياتية نقدر نستخدمها في حياتنا العادية ان شاء الله النهاردة هنستخدم الجمل دي من خلال قاعدة ف دي لها اربع اشكال يلا بينا معناها اذا او لو وهي بتعبر عن حدث بيعتمد على حدث تاني في موقف حقيقي تمام نقول تاني اذا او لو هي معناها انها بتعبر عن حدث يبقى حدث اول بيعتمد اعتماد كامل عن حدث تاني طيب حد يقول لي هي اف اصلا معناها ايه اف معناها اذا او لو اذا او لو وممكن تيجي معانا برضو وين لانها بتاخد في القاعدة هنا نفس يعني هما الاتنين ان جملة بتاعتهم بتبقى زي بعض طبعا دي قاعدة ايه قاعدة الزيرو او القاعدة الصفرية يبقى تاني ايه هي القاعدة الصفرية هي قاعدة بتعبر عن حدث بيعتمد على حدث تاني في موقف حقيقي ما فيش فيه اي تخير يلا نشوف اول جملة ايه شيء اف قاعدة ايه يلون جميل ايه السابق في أ Covid رحremo eşiegシ 프� line وi it placeica ice is a singular pronoun it is a singular pronoun طيب في حالة الحاومة التعلمIS ايه يت ايه يت sup بيبقى السابق يابقى الجميل سابقى الع buildings ما فيها سابق儿 مرح ايه damals سابقه ايه لأيه بمعناatif بمعنا في سابق�� علقة الفعل اللي بعدي لازم ييجي مضاف له اس. تمام? او اي اس او اي اس على حسب نوع الفعل. تمام? يبقى تاني الفعل لما يكون آآ زي في الحالة بتاعتنا دلوقتي. لازم الفعل اللي بيليه ينضاف له ايه? ينضاف له اس. والحالة دي بتبقى يعني حتى في الجملة التانية بتبقى طيب نشوف جملة كمان. لو انت هتغلي شوية مية هتتحول الى بخار. تمام? طب يا ترى هنا الجملة فيها اختلاف عن الجملة اللي قبلها? of course. why? because you you followed by infinitive هنا. ليه? لان البلورل ما ينفعش ييجي الفعل بعدها عليه اي اضافة. البلورل واحد يقول لي يا نيس طب ما هيوه دي مفرد. برضو. اقول له ايوة. هي في معناها. لكن هي بتعامل نفس معاملة الجمع. يبقى هي ما ينفعش الفعل اللي وراها آآ ادنج ينفعش اضيف له اي شيء. تمام? طب يلا جملة كمان. طيب احنا جبنا هنا اف في نص الجملة. هل ده ينفع يا ميس? ايوة طبعا. نقدر نغير من شكل الجملة. ممكن نجيب الجملة التانية دي بداية ونخلي اف هي اللي في النص. سواء الجت في الاول او في النص هي طبعا كده صحيحة. بس لازم نبقى متابعين ان الجملتين يكونوا الجملة هنا معناها ان يعني الحديد لو تمدد آآ الحديد بيتمدد آآ لما بيسخن. تمام? يلا جملة كمان. النبات بيموت اكيد لو احنا ما دينا لهش اي مية. طيب من خلال الجمل اللي عرفناها دي هل هي آآ جمل بتعبر عن ايه? طبعا بتعبر عن النواحي العلمية البحثة. يبقى يبقى قاعدة الزيرو ونفتكر كده ان قاعدة زيرو بتعبر عن النواحي العلمية. يا ترى ايه بتاع الجملة? ده يعني تكوين الجملة بيتم ازاي? او الخطوة. بعد كده الفاعل. يعني فعل في يعني فعل في التصريف الاول. دي الجملة الاولانية? ايه. هل هي بتخلص على كده? ممكن تخلص على كده وممكن يكون فيها بسيط عشان نكمل به معنى الجملة الاولى. طيب بعد كده عندي بتفصل بين الجملتين. والجملة التانية بدايتها برضو. بيكون عندي فاعل يعني برضو فاعل في وما ننساش ان الجملتين بيكونوا في بيكونوا في المضارع البسيط. طيب يلا ناخد جملة كمان. لما بنحط السكر في المية بيدوب. طيب احنا خدنا اف بكل الاشكال دي. طب هي وين بقى حنستخدمها ازاي? اهي يا ولاد. ليها نفس استخدام اف هنا. الجملتين متشابهين. بقولها ازاي عندما بتحط يعني انت لما بتحط السكر في المية. لدوب. طيب احنا عايزين برضو نعمل هنا للسنتنس. ممكن يميس? طبعا ممكن. تمام? طيب يلا بينا نعمل ده ونشوف احنا فهمنا القاعدة ولا لسه في فيها صعوب. يلا بينا. if you if you put water on fire. لو حطيت شوية مية على النار. eat. كده عندي هنا space. يلا نشوف. boil. boils. boiling. اكيد حتبقى مين? اكيد حتبقى مين? احنا قلنا عايزين present sample. اكيد حتبقى. طيب هي boil present sample يا ميس? ايوة. boil present sample برضو. بس انت ارجع بقى كده شوف مين الفاعل? الفاعل عنه. بما انه فلازم الفعل اللي يليه يكون add with s. لازم حط له s اضافة عليه. تمام? شطار حبيبي شطار. يلا بينا نكامل. the first conditional. the first conditional هي القاعدة الاولى من قواعد if. الفورم بتاعها بقى. الفورم بتاعها هل هو زي zero ولا مختلف? يلا بينا نشوف. الجملة الاولى. the first clause. if subject. pays verb. احنا قلنا if. بعدها فاعل. بعدها فاعل في التصريف الاولاني. ادي الجملة. طب احنا كده بالزبط ازاي الزيرو يا ميس? ايوة. احنا الجملة الاولانية بالزبط. زي الزيرو بالزبط. طب الجملة التانية. subject model verb. يعني ايه model verb يا ميس? model verb يعني هي افعال لها شكلين. كل الافعال عندي اولاد لها تلات اشكال. present و past و past participle. لكن الم model verb لها شكلين اتنين بس. تمام? وهي افعال must must followed by infinitive. لازم يجي بعدها ما ينفعش يجي بعدها غير يا اولاد. لازم يجي infinitive بعدها. تمام? طيب هي معناها ايه? معناها حدث ممكن يكون محتمل. in the future. تمام? يبقى احنا كده مش بنتكلم عن القواعد العلمية يا اولاد. احنا بنتكلم عن حياتنا العادية. حدث ممكن يحصل في المستقبل. يكون محتمل. طيب. هل يطار دي انا عنده ويل بس? لأ. ممكن يكون عندي كمان مي. ممكن يكون عندي كمان كان. تمام? والجملة الاولى. in the present. والجملة التانية. in the future simple. in the future simple. طيب. يلا بينا نشوف الجملة الاولى. if you tell me your address. I will send the present for you. لو قلت لي عنوانك انا حبعت لك هدية. الجملة دي جملة عادية ممكن جدا نستخدمها في say. ممكن نستخدمها في paragraph. ممكن نستخدمها في dialogue. تمام? المهم ان احنا نبقى عارفين التكوين ان close الاول present symbol. والclose التاني mean close. اللي هو future. future a. future simple. يلا نشوف الجملة كمان. if aya's cat plays with her toys. لو قطت ايا لعبت بألعبها. she will be upset. هتبقى متضايقة كدا. يلا جملة كمان. mom will buy some fruits if she goes shopping. ماما حتشتري لي فاكهة لو راح تشتري النهاردة من السوق. my father will give me a gift if I get high marks in my exam. اكيد ان شاء الله كلنا حنجيب ال high marks. نشوف شكلها في ال imperative. يلا بينا نشوف شكلها في ال imperative. يلا نشوف. ايه في لو مطرت? هي جملة حتمية. جملة امرية. ممكن آآ نستعين بيها في قاعدة عشان تدينا معنى سالس بطريقة سهلة وبنغير فيها بعض الشكل يعني في الجملة التانية مثلا انا ما عنديش فاعل. ليه? لان ال imperative جملة ما بتعتمدش على الفاعل يا ولاد. الجملة الامرية ما بتعتمدش على الفاعل. تمام? هي زي مسلا open open the door. open the window. close your book. close the the bag. تمام? هي بقى هي دي الجملة الامرية هي جملة يعني هي مش امر لكنها لها شكل كده وما بيبقاش فيها فاعل في البداية. يلا يلا جملة كمان. don't come ما تجيش. if I don't phone you. لو انا ما كلمتكش. ما تجيش. لو انا ما كلمتكش. يلا. open the door if my brother comes. open the door. افتح البداية. الوقتي بقى وقت الاكسرسايز. the time for some exercises. يلا بينا نشوف هل احنا فهمنا قاعدة الزيرو وقاعدة الفيرست ولا لأ. يلا بينا معميز غادة. the first sentence انا حلتها نيابة عنكم عشان نشوف ايه الغلط فيها ونحاول نصلحه مع بعض وعلى اساسها حنحاول ان احنا نحل بقيت الجمل. بيقول لي. if she do this test. she improve her english. لو هي. do. do فعل بينتهي ب-o. في حالة الفعل اللي بينتهي ب-o. must add es for it. عشان تديلوا المعنى بتاع. امتى? was he or she or it? ده ال present simple ياولاد. يبقى. if she does this test. she. طيب احنا قلنا الجملة. المين close. بتبقى فين? في future simple. future simple يعني will plus ال infinitive. يبقى. she will improve her english. يلا بقى. ولا دي الحلوين. ولا دي الشطار. يلا وروني. هنحل دي ازاي. if you eat too much. you be fat. طيب. is here any mistake? the sentence absolutely right. الجملة صح. لي. plural noun shouldn't follow by infinitive. برافو عليك. ولازم يجي بعدها infinitive. احنا هنا ما ينفعش نضيف اي اضافات. طيب. الجملة التانية. you be fat. فاكرين الفيوتشر سمبل؟ لازم حتبقى اي. you will be fat. يلا اللي بعدو. maha will come first when she take. 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 take مع شي. of course not. takes. takes. part in the competition. يلا اللي بعدو. we will go for a walk. if it not rain. الجملة الاولى فيها غلط. no it's absolutely right. you will go for a walk. طيب الجملة التانية. if it. هنا. we have to make it negative. in present. make a negative. with the blue. with the singular. negative. negative هنا في حالة المفرد. لازم يكون doesn't. negative. 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 present symbol. في حالة المفرد. لازم يكون doesn't. يبقى الجملة هتبقى. if it doesn't rain. يلا. if he pass the exam. i will give him a present. pass. pass. passes the right. hmm. of course not. passes. if he passes the exam. i will give him. will. give. it's absolutely right. الجملة صحيحة. he die if you not help him. he. احنا هنا. ده زامن الفيوتر. يبقى. he will die if you don't help him. تمام. يلا. اللي بعده. you be wait. when you go out. حتتبلل لو خرجت برا. تمام. الجملة الاول هتبقى فين. future. يبقى. you will be wait. when you go out. حبيبي. my students. اتمنى ان الاكسرسايز بتكون اتفهمت. ونكون حلنا مع بعض. وتكون فهمنا. ونقدر نعمل جمل دلوقتي لوحدينا. يلا بينا نكمل. كل الولاد بيقولولي. يا ميس احنا بنقدر نستوعب الجول. بنقدر نعمل. بنقدر نحل. لكن لما بنيجي نشوف الفيديوز او الافلام. مش بنقدر نفهمها ابدا. بتحتاج مننا الحاجتين مهمين. لازم نركز يا ولاد ونستمع كويس للفيديو اللي قدامنا. عشان نقدر نفهم هو يتكلم عن اي قعدة. او اقدر افهم معنى اللي يتقال فيه. طيب النهاردة عندنا فيلم جميل قوي لهيركليز وهو وهو كلنا شفناه قبل كده. آآ جميل جدا. حنشوف فيه بقى هل يترى هو فيه قواعد اف. يترى فيه كم قاعدة من اف. طب يترى خدنا بنا منها قبل كده. يلا بينا نشوف. وان شاء الله حنستوعب. وحيبقى بالنسبة لنا ان احنا نطلع من الاوديو قواعد بعد كده ما فيهوش اي صعوبة. اتمنى ان الفيديو بتاعي يكون نال اعجابكم. وانكم تكونوا قدرتوا استوعبتم من خلاله القاعدة الصفرية. وان شاء الله هنتقابل بعد كده في قواعد مختلفة. يلا بينا نتفرق. أنه لا أعطي. لا يقولون انه يفرق. اعتقد أنه سوف نفرق. إف. إف is good. لا يستطيع فعلها بالفعل؟ لا يستطيع فعلها أتمنى أنك أم لا يمكنك. لا يمكنني؟ إن استواح أن يكون مجتمعيسة بالخير المحركة على وجه لفتارج كتنى بالخير المتطوح؟ جيد لا تلقى تتانعت بجهزة المحركة ولكن إذا قد تكون مجتمعيسة بالخير سيجدك أيضا ما زوس أهاً جيد، والقيد زوس، والخير، هو هو العديد ترجمة نانسي قنقر أعرف ما فعله خطيه ولكن هذا ليس عني إنه عنه إذا كنت لا يساعده الآن فل سوف يموت ترجمة نانسي قنقر لا يهمه لا يهمه محيث طهي أهكره أفدي 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 نعم كان لا يفعله أفدي للتعبق أفدي 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 أن يجد أفدي إذا تعرف أنه من المخصوى أن نحو سيكون مخصصي يمكنك انتعني أحدهم سيكون مخصصي حسلي مخصصاً مخصصي أميك رجاء تتعرف بمتعلم في هذا ميش ولكن إذا لا يكون مخصصي لنحوا سيكون جيداً مخصصي احسن تكتب منك ذلك قبلاً هوك هذا أخي ترجمة نانسي قنقر انظر ما فعلت فعله فقط لكن هذا ليس لديه إنه لديه إذا لم تساعده الآن فلسل فلسل